دكتور عاصم طيب ماذا عن السجاير بقى؟ كنا بنتكلم على السجاير انها بقى نبعد الاطفال عنها ازاي لكن الناس اللي بتشرب سجاير او شيشة في كتير يشربوا شيشة يقولك انا ما بقى اخدش الدخان على صدري انا ده شيشة كده كل شوية تفريح مرة او مرتين في اليوم بس تفريح او كده الشيشة وخطرها؟ الشيشة هي زيها زي السجاير بالضبط زائد ان هي نقل للعدو يعني الاستخدام الشيشة من الشخص الاخر هي نقل للعدو سواء بقى التهاب فيروسي او دارا او اي التهاب بكتيرية فالسجاير زي الشيشة فكرة ان المية بتفلتر والكلام ده كله لا بالعكس ده يعني حجر الشيشة الواحد بيساوي من 20 ل40 سجارة في نسأله 80 السجاير اه اخطر لان الورق نفسه لما بيحتراق الورق نفسه خطر طب والفويل على الفحم والفحم فاما ان هو اتجل الحرق والفحم نفسه يعني ولأ ودرجة الحرارة بتاعة الفحم تفهم وسواء السجاير بقى الجديدة اه فيه السجاير الجديدة كله واحد هو بس الفكرة ان السجاير الجديدة اقل من فكرة الطار بس هو فيها نيكوتين برضو تمام وبرضو فيها يعني هم بيقولوا ان هم شالوا مواد مسببة للسرطان في السجاير الجديدة بس ما شالهمش كلهم تمام فبالتالي هي لسه برضو تسبب امراض بس المشكلة يعني احنا عشان تبدأ السجاير يتعرف مشاكلها قعدوا حوالي 85 سنة عشان اول حاجة تقول ان السجاير العادية دي التقليدية بتسبب امراض فكذلك السجاير الجديدة هنشوفها بس بعد شوية